كايب الناطق باسمي شبكة شام في دمشق وريفها مازن الشامي سيد مازن مساء الخير نعم مساء النور يعني هل من الممكن ان تنجز لنا ماذا يجري اليوم في دمشق وريفها خصوصا في مخيم اليار موك اذ افيد عن اشتباكات بين قوات حكومية وفصائل فلسطينية من جهة وبين الجيش الحر نعم بالفعل منذ الصباح وكتاب الاسد تحاول اقتحام حي او مخيم ان ينموت والجيش الحر يصد هذه الاقتحامات بالاضافة لحي القابون الذي بدأ القصف عليه منذ قليل ايضا حي برزة والتضامن بالاضافة لحياء جوبا القدم التي تعرضت لقصف من فعيد الفوزيكة وخاصة على منطقة المادنية وفجر اليوم جرت اشتباكات تعنيفة في مرحية فرع المخابرات الجوية على مداخل بلدة اسبينة بالنسبة لغوطة الشرقية هي منطقة اسكرية بامتياز يعني كتاب الاسد تصب غضبها اليوم على بلدات عزة فقد شهدت اليوم بلدات حزة وسقبة وزملكة بالاضافة لهذه المناطقة التي تعرض اليوم بالغوطات جوية بتتداول مع قصف استهد بلدات دومة وحمورية براجمات الصواريخ وقضايا في الهولى السقوط العزيز من الشهداء وعشرات الجرحة اليوم الريف الغربي جمعته لازالت مشتائلة فقد شهدت نماطق بيت جن وخان الشيخ قصف براجمات الصواريخ وتركز القصف اليوم بالقرب من مخيم الفلسطينيين واليوم حصلت مزرة في القلمون جراء قصف الطيران الحربي لمركز الانعاش الريفي قادر سقوط ثماني شهداء على الأقل وهناك العديد من الجرحة وفجر اليوم الجيش الحر يقصف بدار الدفاع الجوي بالمتفاعية الثقيلة وخذائف الهوين وذلك ردا على محاولة اقتحام بلدة المريحة التي صدف فيها الجيش الحر اقتحام البلدة فيما لا تزال مناطق السيدة الزينة بشخصة بكافة انواع الاسلحة ومركز القصف كان اليوم من مراكز تجمع حزب الله ولواء والفضل العباد وتم تسجيل سقوط العديد من القذائق والصواريخ والصواريخ كان نوعها داود ايضا في مدينة الزبدالي كان هناك قصف عنيف مركزه حاجز الفيلا بالاضافة لحاجز خدام وايضا كان هناك قصف لقذائف الهوين مركزه ودقاء نعم نعم انا اشهرك اناطق باسم شبكة شام في دمشق وريفيا مازين الشامي كنت معنا عبر اسك